انت أشرت إلى جزئية الحالة الرياضية الحالية مبارح اتحاد الكرة طلع الجدول الخاص بالمباريات اللي جاية في الفترة الخاصة بالدوري المباريات المضغوطة وأيضا حرص على أنه برضو يحط مباراة 28 فبراير الأهلي وبيراميدز في كاس مصر الأمر برمته طبعا معروض على مجلس دارة النادي لدراسة الموقف واتخاذ ما يراه لكنه المؤكد أنه المرحلة اللي جاية فيها مطشات كتيرة هنتكلم على الشق الفني الموضوعي في التعامل مع الكم الكبير من هذه المباريات قراءتي للمشهد أستاذ الرحيم من أكثر من أسبوع اتقال أن مباراة 28 هتكون كاس مش دوري واتقال ملامح جدول لنفاجأ أن النادي اللي يقول ما جاليش حاجة ونقعد لمدة أسبوع وبعدين ييجي كلام اللي كنا سمعناه من أسبوع فات إذن هو قرار معلب صابق التجهيز كان هناك أكثر من سيناريو ولكن الضغوط 100% أصفرت على أن يصدر الجدول كما صدر وكما كتب وكما صرب من أسبوع وده بيقولك أن المشهد مش طبيعي وأن احنا بنتعامل مع شيء ما هواش ما هواش في النهاية يعني لجان في اتحاد الكورة لأن لو كان الجدول ده من وحي وابتكار لجنة المصابخات كان لديهم يعلم في يومه لكن الإرجاء أنه كان فيه صراع واضح أنه كان فيه صراع أنه يحصل ما يطلعش بالشكل ده لأن الملاحظات على الجدول طبعا ماتش السوبر وماتش الكاس فيه كلام لكن كمان هل الجدول تحط وراعة أن خلاص بقى نفس كلنا ترتيب وصياق الجدول يعني تتلعب كل الماتشات في موعدها ولا برضو هنلاقي ماتشات مهمة بتتلعب قبل ماتشات مهمة وهنا يبقى الموضوع يعني يعني لا محتاج بقى تفسير وقف عموما مش هنعلق لأن الأمر برمته أمام مجلس المدارة ده لدراسة الموقف فيما يخص النادي الأهلي لكنه كمان حتى فيما يخص الكرة المصرية لأن الفترة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم نتيجة الغلق عدد من الملاعب استعدادا لكاس الأمم الأفريقية فالمساء اللي هيبقى فيها زن أكتير قوي وفيه مطشات كتيرة فيه مواعيد مضغوطة جدا نتمنى إن شاء الله أنه الكل يتعامل مع هذه المسألة في الفترة الضيقة جدا بحسابات فنية تخلي حتى الأجهزة الفنية ما تعانيش كتير في ضغط المباراة إحنا بمجرد ما الزمالك شارك في الكونفدرالية لعب مطشين بدأ يشتكي من الإجهاد وضغط المباراة ألا حيشتكي طبعا الزمالك لو الضغط الإسماعيلي نفس الحكاية أصلاها مش معملية مش حجة يعني ما بيقول ضغط المباراة والإرهاق والإجهاد والكلام ده الإجهاد تعال أنا تخيل اليوم بتاع لعب الكرة يبتدي الساعة كام يبتدي الصبح الساعة سبعة صباح يقوم يغسل وشي ويلبس ويفطر سريعا ويتوجه للنادي عشان يبدأ التمرين من تسعة ونصف العشر بعدين يتعمل التمرين المصاب يخش على الجم السليم بيخش ياخد الجرعة التدريبية بتاعته وبعدين روح دخلين على اللي تشاش بتاعته اللي يخش على المقتص يخش اللي يخش على الاستشفاء بالتلج يخش وبعدين يلبسه بعدين يرجعوا تمرنوا إذا كانوا تمرنوا مرتين إذا كانوا يتمرنوا مرة واحدة هيبقى بيسمعوا محاضرة كورة بيقعدوا وبعدين بيروح اللي عايز يتدلك يتدلك عشان بتقدرش تلعب تاني يوم وانت متدلك فممكن اللي يتدلك قبلها بيوم أو بعض المباراة على طول فتخيل كل تلات أيام نفس هذا السيكوانس هذا الإجراء بيتم 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 هو 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 الإرهاق ليس عضلي فقط ولكن ذهني وملل أن تفعل نفس الشيء على مدى الأسبوع وبدون توقف وبدون فترات راحة بين المواسم والستاذ إبراهيم الإرهاق لما يعاني من الإجهاد هو الإجهاد الزهني الذي يوطر العضلات ويدفع بالأدرينالين والإدرينالين بيؤثر على العضلات قصة علمية ماشي قصة تلكيك فالنهاردة اللي كان بيتهكم بقولي الأهل وبيأجلوله زي ما يكون الأهل بيأجلوله ده الأهل مش كان بيأجلوله الأهل كان بيوسعه للماتشاب الأفريقية اللي بقى بيزيد الطين بالله في إيه إن فيه سافر وضب شونتك روح للمطار سافر قعو ترانزيت سافر انزل اعمل استشفى نام اسحق قق يوم وتروح راجع عامل نفس الشيء وساعات بترجع من السفر على برج العرب أو على الجونة هذه حياة النادي الأهلي ولعبته بقالها 3-4 سنين فاللي بقاله شهر أو اتنين حيبتدي أشعر إن فعلا لا ده كلام كلام مش زار ده الكلام يعني الإصابات والحاجات دي بالإضافة إن لازم نفهم إيه الإصابات دي وليه قال مع النجوم قال مع النجوم لأنهم أكتر ناس بتلعب دولي ومحلي نهيك عن المنتخبات فطبعا النهاردة أما النادي الأهلي هو ماتشات الدور الأولاني الأهلي لعب ماتشاته كلها بحين يتبقى للزمالك المفارقة هنا مباراة الإسماعيلي طيب دي حتت لعب قبل ماتشات الأهلي ولا لا لا ما يكتب ليه بحد بس لو تعرف لو فيه كلام موضوع ليه أقول والله عندك سلام عليكم كده أنت مضبوط إنما تتشبس بشرعية طلبات وتنكر على طلبات مشروعة أن تقدم يعني هنا بقى عشان كده أقول لك اللي جنة يعني مغلوبة على أمرأة